هنا بالمسالك الزرقاء دار السلام في مدينة الرباط يواصل محترف وهوات لعبة الجولف مغاربة وأجانب استغلال المساحات الخضراء من أجل جمع نقاط تضمن لهم التأهل للدورة النهائية من دورية تحدي للعائشة من أصل 17 مغربيا مشاركا حضي عثمان الروزي بطاقة التأهل لنهائية الأحد وتمكن من التغلب على عديد الإكرهات كان اليوم نجو شوي صعيب ولكن الحمد لله ساتع عشان أن نرجع في الحفارة للأخرين درت إيقل كانت بلوس دو ودرت إيقل رجعت دولوبار وأنا فرحان بدل النتيجة وبالفضل دي الموري أرشيد بأنني أنا باقي كان لعبة الجولف وبغض النظر عن النتائج فالأجواء كانت مناسبة يوم السبت حيث شهدت منافسة بين لعبين محترفين ثم محليين قدموا للمشاركة في هاتي النسخة وذلك من أجل البحث عن العودة إلى المجد وكذلك تشاف المصاري الأزرق للجولف الملكي دار سلام اليوم واليوم الثالث بالأمس كانوا الإقسائيات يعني كانت تكون شوش دورات وكان خلوا ستين لاعب اللي يلعبوه اليوم الثالث واليوم الرابع وبعض الإقسائيات بقوا غير اللاعبين اللي لعبوه مزيان يعني كان أحد إقساء هو اللاعب اللي عنده تقريبا زائد واحد فلسوء الحد يعني لاعبين المغاربة ما كانوش ما طلعوش بزاف 17 لاعب عندنا واحد اللي بقاه هو اعتمان عن روزي هو يعني لاعب هاوي من دار السلام والآن هو في الملعب تقريبا لعب البارليوم يعني هذا الشيء يعطينا نظرة حسنة على هاد اللي قولها واللي كان عرفوه بأنه من اللاعبين اللي عندهم مستقبل في الغولف في الوطني هي محطة مهمة ستعزز من استراتيجية الجامعة الملكية المغربية للغولف من أجل الدفع بالأبطال المحترفين المغربة نحو نخبة الدرجة الأولى على الصعيد الأوروبي